في إطار استعدادات الدولة لانتلاقي ماراثن امتحانات إتمام شهادة ثانوية العامة للعام الدراسي الحالي في المواد المضافة للمجموع والتي تستهل غدا السبت بامتحان اللغة العربية أعلنت وزارة التربية والتعليم اتخذ جميع الإجراءات لضمان انتظام سير لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية مشددة على عدم تأخر دخول الطلاب إلى اللجان والالتزام بفتح اللجان من الساعة الثامنة وربع صباحا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش كما وجهت وزارة التربية والتعليم بعدم تأخير تسلم الطلاب أوراق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا مع اتخذ كافة الإجراءات المتعلقة برصد جروبات الغشة الإلكترونية وتسليمها للجهات المعنية كما جددت الوزارة التأكيد على تنفيذ كافة إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحضر الدخول بأي أجهزة إلكترونية هذا وطلبت الوزارة الطلاب بالالتزام بالإجراءات المعلنة حرصا على سلامة سير الامتحانات وتحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص